موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من الصحافة العالمية حيث نشرت صحيفة الانديبندنت مقالا بعنوان صدع غزة جاء فيه الأمريكيون يشعرون بلش مئزازي من نتنياهو تقول الجريدة أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامن نتنياهو يقول أن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية قد مرت بأزمة بسبب الهجوم الأخير على غزة وذلك بعدما أقرت الخارجية الأمريكية سياسة جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب قلق واشنطن من تزايد عدد القتل الفلسطينيين المدنيين جراء الهجوم الإسرائيلي على قطع غزة وتضيف الجريدة أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا لجريدة هارتس الإسرائيلية أن واشنطن تمنع تصدير صواريخ هيل فاير التي تطيقها المروحيات لإسرائيل منذ نهاية الشهر الماضي وتضح أن ذلك يأتيك جزء من السياسات التي بدأت واشنطن في انتهاجها للحد من كميات الأسلحة التي توردها لإسرائيل ويمكن أن تستخدمها في غزة وتقول الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية ترى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضعيف ومشوش الرؤية طبقاً لما تناقله عن أفرام أمبار مدير معهد بيسا لدراسات الاستراتيجية في جامعة بار إيلان ويقول أمبار أن ذلك تعزز بعد سياسة أوباما مع إيران مروراً بالفشل في استخدام القوة في سوريا بعد تهديده باستخدامها انتهاءاً بموقفه من غزة وتركيا في ملف التوصل تهديئة للمعارك في غزة أخيراً ويضف أمبار أن تل أبيب تعتقد أن أوباما لا يميز حلفاءه عن أعدائه في المنطقة وتختم بأنه ضعيف ومشوش الرؤية حيث قال إنه لا يعتقد أن أوباما يمكنه أن يفك عرى الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب التاريخ الطويل من العلاقة بين البلدين نتابع مشاهدين مع الصحفة العالمية حيث نشرت صحيفة الديلي تيليغراف موضوعاً تحت عنوان هولندياً عجوز يعيد وساماً إسرائيلياً بعد مقتل ستة من أفراد أسرته في غزة تقول الصحيفة إن هانك زانولي الهولندي البالغة من العمر 91 عاماً كان قد حصل على وسام من الحكومة الإسرائيلية عام 2011 لدوره وأسرته في إنقاذ صبياً يهودي من المحرقة النازية وتضيف الصحيفة إن زانولي حصل على الوسام المخصص لغير اليهود الذين يقدمون دعم للدولة العبرية أو لأبنائها في أوقات المحن حيث استضافت أسرته طفلاً يهودياً في منزلها مخاطرةً بأمنها لإنقاذه من الذهب لمعسكرات الاعتقال النازية التي كانت مخصصةً لليهود في أوروبا تقول الصحيفة إن زانولي أعاد الوسام إلى السفارة الإسرائيلية في بلاده مع خطاب نشرته جريدة هارتس الإسرائيلية قال فيه إنه لا يمكنه أخلاقياً أن يحتفظ بالوسام بعد مقتل ستة من أفراد أسرته في الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وقال زانولي في الخطاب سيكون من العار علي الاحتفاظ بالوسام تحت الظروف الراهنة ما يعد إهانة لي ولأسرتي لأربعة أجيال بما في ذلك أمي التي خاطرت بحياتها وكذلك أبناؤها الذين يحاربون للضهادة والضغيان وللحفاظ على قيمة الحياة الإنسانية وتضيف الصحيفة أن والد زانولي كان قد نقل إلى معسكرات الاعتقال الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية ومات فيها من سبب معارضته الشديدة والمعلنة للسياسات النازية وتضح الصحيفة إن زانولي قال في خطابه إن أسرته بعد ما جرى في الحرب العالمية الثانية ساندت اليهود بمسعهم لتأسيس وطن قوميا لهم في فلسطين وقال زانولي في خطابه خلال العقود الستة التالية بدأت أدرك تدريجيا أن المشروع الصهيوني كان يحمل بذور العنصرية في طياته منذ اللحظة الأولى التي سعى فيها لبناء دولة تكون مخصصة لليهود وتضف الصحيفة إن الطائرة الإسرائيلية قصفت منزل أسرة إسماعيل زيادة في قطاع غزة في العشرين من الشهر الماضي وهو متزوج من ابنة أخت زانولي الكبرى وقتلت ستة من أفرادها بينهم طفل في الثانية عشر من عمره وتقدم الصحيفة بجزء من خطاب زانولي قال في حفيدة أمي فقدت أبناءها وأحفادها وثلاثة من عمومتها وإحدى عماتها وإحدى أبناء عمومتها على أيدي الجيش الإسرائيلي ننتقل الآن مشاهدنا الكرام إلى الصحافة العربية حيث نشرت صحيفة الرأي الكويتية مقالا لخير الله خير الله بعنوان الضرب في العراق لا يعوض الرسوبة في سوريا جاء فيه كان الرسوب باراك أوباما في سوريا وليس في أي مكان آخر فالعراق بتعقيداته ولثه عن سلفه جورج بوش الأبن أما سوريا فقد تطورت أزمتها في عهده ولم يحسن في أي وقت التعاطي معها فبمثل هذه الأيام قبل سنة استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي في حربه على شعبه الثائر منذ ثلاث سنوات وخمسة أشر وكانت المرة الأولى التي لم يكن هناك أدنى شك من أي نوع لم يكن هناك شك لدى المنظمات الدولية المختصة بأن النظام استخدم هذا السلاح تجاوز النظام مسمياً خط الأحمر الذي وضعه له الرئيس باراك أوباما الذي تبين لاحقاً أن كل تحذيراته من استخدام السلاح الكيميائي كانت كلاماً في كلام قبل أوباما الاستعادة عن توجيه ضربة لنظام السوري بوعد روسي يقضي بتخلي نظام عما يملكه من أسلحة كيميائية ماذا كانت نتيجة ذلك؟ فهم الجميع أن أوباما رسب في الابتحان السوري وأن رسوبه كان ذريعاً يحاول الرئيس الأمريكي هذه الأيام استعادة هيبة أمريكا في العراق عبر ضربات جوية يوجهها إلى داعش في العراق مثل هذه الضربات صارت بدلاً عن ضائع ليس إلا في ضوء ما حصل في سوريا منذ قرار باراك أوباما الاستسلام إلى فلاديبر بوتين بدل الانتهاء من بشار الأسد ونظامه الذي تسيطر عليه إيران سيطرة كاملة ليست داعش سوى ابن غير شرعي ولد من رحم السياسة الأمريكية الوالدان معروفاً وهم الأجهزة السورية والإيرانية كان تراجع أوباما عن توجيه ضربة إلى النظام السوري نقطة تحول في اللحظة التي قرر فيها تسليم أمور النظام السوري إلى فلاديبر بوتين فهم الروسي والإيراني من هو الرئيس الأمريكي لذلك لم تتردد روسيا لحظة بعد فترة قصيرة في احتلال شبه جزيرة القرم ولم تتردد بعد ذلك في إسقاط طائرة الركاب الماليزية عن طريق الانفصاليين الأوكرانيين تبين بكل بساطة أن أوباما ليس رئيساً للقوة العظمى الوحيدة في العالم يبدو همه محصوراً بالانتهاء من ولاياته الثانية والقول للأمريكيين أنه لم يدخل مغامرات عسكرية جديدة كما فعل سلفه جورج بوشلبن في أفغانستان والعراق إننا أمام إدارة أمريكية لا تفقه بألف باء الشرق الأوسط وطع عقيدته كان السقوط في الامتحان السوري دليلاً على ذلك ودليلاً على أن ليس أمام العرب بعد الآن غير أخذ أمورهم بيدهم نقرأ الآن في صحيفة الحياة التي نشرت مقالة لجمال خاشقجي بعنوان حاكى يحيك مؤامرة جأثن يجب أن ننتبه إلى ما يحاكلنا في الخفاء جملة مستهلكة متداولة باتت تتواتر على ألسنة كثير من الكتاب بل والمسؤولين أيضاً فهي عذر سهل بسيط لتبرير الأخطاء ثلاث قضايا في محيطنا تكاد حقيقتها تضيع وسط روايات المؤامرة المتعددة الربيع العربي وداعش والحوثي فأين الحقيقة حيال كل منهما؟ الربيع العربي استحقاق تاريخي كان لابد أن يحصل فهو نتيجة تراكم أخطاء وفشل للأنظمة مع قلة خبرة وسوء إدارة فتراجع الاقتصاد وسوء حال التعليم وانتشار الظلم وتشكل طبقة الحاكمة تحتكر السلطة والمل فكان من الضروري أن يغضب الشعب البعض يرفض هذا التحليل الموضوعي ويقدر القول بأنها مؤامرة أجنبية الحوثيون أيضاً مؤامرة إيرانية نعم لا يخفي الحوثيون علاقتهم بإيران وليس سراً أن الأخيرة تدعمهم بالمال والسلاح ولكن ما كان لإيران أن تصنعهم لو لم يكونوا موجودين أصلاً التفسير الصحيح هو أنهم انتقام الزيدية الأصولية المتأخر والتي تعرضت لهجمة فكرية وسياسية بعد سقوط الإمامة النتيجة كانت قسوة مقابلة من اليمن الجمهوري فهمش المذهب الزيدي وزادت طينبلة هجبة عقدية تعرضت للمذهب نفسه من الثلفيين والإخوان ما استفز الأصولية الزيدية بعد هذا التفسير الموضوعي يمكن أن تأتي نظريات المؤامرة أما داعش فهؤلاء تكاثرت عليهم المؤامرات فهم صنيعة إيرانية، أمريكية، سورية عراقية، خليفتهم يهودي وبالطبع فإن كل ما سبق غير صحيح داعش حركة سياسية دينية غاضبة هي البديل عندما نلغي التدافع السياسي السلمي فلا يبقى أمامنا غير الشاب بالمكفهر الوجه والحديد يصرخ جئتكم بالذبح يرفض الديمقراطية وتداول السلطة السلمي لا يؤمن بأنصاف الحلول ولا المشاركة حركة ترى أن الحق كله اجتمع فيها وحدها تنتمي عقديا إلى مدرسة ظاهرية متشددة من مدارس أهل الحديث ويستطيع المحلل أن يجد ملابسات تشير إلى علاقات بين إيران والقاعدة وأن مشار الأسد غض الطرفة عن مشاط داعش الخلاصة الربيع العربي قوة ستستمر وهو كالماء سيشق طريقه في النهاية ورعايته أفضل فهو بحاجة إلى أخ أكبر يتنبه إليه حتى يثمر لوصلحة الجميع أما الحوثيون فهم مكون يمني حقيقي يستفيد من إيران ولكن جذوره يمنية خالصة شق طريقه وأصبح لعبا أساسيا في تشكيل اليمن الجديد ولا بد من التعامل معه لمن يريد يمنا المستقرا أما داعش فهي أيضا نتاج بيئتها التعصب والغضب والفشل والاستبداد بينها وبين الربيع العربي علاقة سببية ولكنهما يفترقان عندما يتطلعان إلى المستقبل إذا عرفنا جذورها العقدية سنعرف نقطة ضعفها وحينها نستطيع الانتصار عليها نواصل الآن مع صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت مقالا لعبد الرحمن الراشد بعنوان الخط الأحمر الجديد جاء فيه نحن أمام حالة فريدة تتمحور فيها مواقف الدول والأحزاب والعشائر حول تنظيم داعش فقد صار سببا لجمع عدد من الخصوم خوفا منه اتفقت معظم القوى العراقية من شيعية وسنية وكردية على التصالح كما سرع داعش بخروج العاص نور المالك من رئاسة الحكومة وعاد معظم المعارضين السنة إلى بغداد للتعاون وتصالحت حكومة كردستان مع حكومة بغداد وأعادت إليها حقلي نفط منهية القطيعة حتى الرئيس الأمريكي باراك أوباما حنث بيمينه عندما تعحد بأنه لن يحارب في العراق منذ خروج خواته وشرع في إطلاق النار كذلك باعت إيران المالكي وقبلت السعودية بالبديل حيدر العبادي يلها من قصة غير عادية وعلى البقية أن يفهمها جيدا الحكمة منها أنه لا مكان لداعش ولا مجال للعب بورقة داعش وحوله تشاحنت أمس زعامة في محافظة الأمار السونية في العراق عشائر أعلنت أنه بخروج نور المالك من رئاسة الوزراء أصبحت مستعدة الآن لتعاون مع الحكومة على قتال التنظيم الإرهابي الذي يهددها جميعا وعشائر أعلنت أنها ترفض مقاتلة التنظيم وتهدد باستخدامه إلى أن تتحقق مطالبها الطريق لتخلص من التنظيم طويل ومحفوف بالمخاطر الآن التنظيم الإرهابي يمثل قوة خطيرة في أجزاء متفرقة من العراق صار يملك نفطا وقمحا بعد استيلائه على الصوامع الحكومية وبت يملك سلاحا متطورا وهائلا بعد استيلائه على مخازن الجيش العراقي وصار قادرا على إدارة مناطق واسعة بفضل تكاثر عدد الملتحقين به والأموال التي استولى عليها ويذكر موقع المصدر أن داعش استخدم الابتزاز لفرض ضرائب وفق معصيات الهيئة الأمريكية للعلاقة الدولية من رجال الأعمال في الموصل قبل أن تسقط المدينة في قبضته حتى قد كانت تصل قيمة تلك الضرائب إلى ثمانية ملايين دولار شهريا وهو الآن يملك خزينة كبيرة من مبيعات البترول ونهب الأموال العامة داعش العدو المشترك صار خطا أحمر بغض نظر عن الخلافات والأهداف التي يسعى لها كل طرف في هذه اللعبة ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى الصحافة التركية ونبدأ مع وكالة أنباء الأنضل التي نشرت خبرا تحت عنوان مجلس الأمن يصوت بالإجماع على قرار بفرض عقوبات ضد داعش والنصر جاء فيه تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار يستهدف قطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيمي الدولة الإسلامية وجبهة النصر ونص القرار على نزع السلاح وتفكيك مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق ومقاتلي جبهة النصر وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة كما نص أيضا على أن مجلس الأمن يحث الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى الدولة الإسلامية أو جبهة النصر ويهدد القرار بفرض عقوبات على أي جهة تساهم في تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين كما يحذر من أي تعامل تجاري مع هؤلاء الإسلاميين المتطرفين الذين سيطروا على حقول النفط وابن تحتية يمكن أن تكون مجزية وقال إن مثل هذه التجارة يمكن اعتبارها دعما ماليا وتعقيبا على هذه الخطوة وصف السفير البريطاني مارك ليال جرانت إن القرار يبعث برسالة قوية لوقوف المجتمع الدولي صفا واحدا ضد داعش كما أنه يبعث برسالة مفادها لأنه لا حصنة لأولئك الذين يدعمون داعش فيما قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور في كلمتها لأعضاء المجلس عقب التصويت على القرار إن ثلاثة ألاف مقاتل أجنبي يحاربون في صفوف داعش وإن عودة هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية تزيد من خطورة المشكلة نواصل مشاهدنا مع صحيفة أكشام التركية التي نشرت مقالا لحميرا الشاهين بعنوان الخط الأحمر لتركيا الجديدة جاء فيه روح تركيا الجديدة بعد التخلص من الوصاية ولهذا يجب أن تكون الوصاية خطا أحمر لتركيا الجديدة موازن، دائري، مثلث أو عسكري، بيرقراطية وصاية فكرية يجب أن لا يكون لأي منها مكان في تركيا الجديدة وحكم الأقلية يجب أن لا يرى النورة في تركيا الجديدة لنتذكر أن قواعد الفكر الكمالي استخدمت مصطلحات السيادة الوطنية والشعب بصورة متكررة لكن الإرادة الوطنية لم تترك حرة أبدا كان الشعب بالنسبة لهم هو القاعدة التي لا تخضع لعبودية الأفكار الخرافية أو الإيمان بالخرافات ولا تخضع لعبودية مؤسسات القرون الوسطى هي قاعدة تتميز بالحدثة كان الشعب يتبع النخبة أو الصفوة التي تملك الوصفة الطبية والمعرفة العلمية لحماية الشعب من الجهل استمرت السلطة بيد نظام يخضع لوصاية العسكري والبيرقراطيين نظام من أجل الشعب؟ رغما عن الشعب كان محاطا لسنوات عديدة لطبقة ضيقة من النخبة بينما أهان بقية المجتمع لحسن الحظ أصبحت السياسة ملكا للشعب فالتخلص من وصاية العسكر كان من أهم نقاط نجاح حزب العدالة والتنمية الذي يكافح الآن الوصاية البيرقراطية المكانة التي وصلنا إليها قيبة جدا الشعب اتخذ خطوة ممتازة عندما دعم موقفا سياسيا يعبر من خلاله عن إرادته بنفسه وعليه من الآن فصاعدا ادخل كل العناصر الأخرى التي تساعد في تعزيز التعبير عن تلك الإرادة على رأس قائمة تلك العناصر يأتي المجتمع المدني فنشر ثقافة المجتمع المدني ستقود إلى تأسيس روح تركيا الجديدة وستقود إلى جعل السلطة بيد المجتمع تأسيس روح تركيا الجديدة سيعتمد على عناصر عدة أهمها مجتمع مدني ومبادرات فكرية بحثية تدعم السياسة عندما تكون في طريقها الصحيح وتنتقدها عندما ترتكب الأخطاء دولتنا لن تتحمل الوصاية بعد اليوم فلا رجوع عن المكانة التي وصلنا إليها وكل شخص يؤمن بروح تركيا الجديدة عليه التخلص فورا من الاستقطاب المجتمعي وعليه أن يتخذ خطوة ترسخ مبدأ إرادة الشعب هناك أجندة مستعجلة أمام المجتمع المدني لتركيا الجديدة مثل إنشاء لغة إعلام جديدة المشاكل البيئية المتعلقة بالحساسية التاريخية والجمالية مكافحة الوصاية العالمية على الشعب أن يتخذ خطوات لحل تلك المشاكل بشكل يعبر فيه عن إرادته هذا ما تتطلبه تركيا الجديدة نصر مشاهدنا الأعزاء إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشر موقع كلنا شركاء مقالة لفواز تلو بعنوان داعش قصة زواج الخوارجي بالشبيحة جأفي شبيحة في الريف شمال سوريا ثم سقطت المنطقة بيد الثوار فتحولوا إلى جيش حر وشكلوا لواء داود وباتوا من المفضلين عند أول غرفة للعمليات لتوزيع السلاح والذخيرة عام 2012 وهكذا بدأ لواء داود بالسرقة والتشويل وقطع الطريق والحواجز مثل أيام العز والتشبيح وعلى نفس الزبائن أي سكان منطقتهم ثم بدأت موضة الإسلاميين فتحول لواء داود إلى لواء إسلامي يقيم حدود الله والجلد والرجمة لكل من ينتقدهم لكنهم لم يتوقفوا عن السرقة والنهب ولكن بعد اشتداد سطوة داعش في المنطقة أعلن لواء داود مبايعة داعش وبدأ بقطع رؤوس المرتدين ومخالف الشريعة باعتبار ذلك من العلامات المسجلة باسم داعش لكنه لم يتوقف عن عادة جباية الجزية والزكاة لكن وبعد مبايعتهم لداعش بأقل من شهر بدأ الهجوم على داعش من قبل الثوار فأعلن لواء داود تمرده على داعش ونيته محاربتها وعادوا إلى علم الثورة والاستقلال وخففوا منذقونهم ولبسوا البانطالون مجددا وتوقفوا عن قطع الرؤوس لكنهم احتفظوا بأماكن سيطرتهم حيث كانوا يجمون مال الناس لحمايتهم بعد بضعة أشهر شعروا بأن داعش ثبتت سلطتها في الرقة وبنفس الوقت لم يعد لواء داود قادرا على جباية المعلوم قرر أن يذهب للرقة متحججا بقتال داعش فإذا به يبايعها على المنشط والمكره وقطع الرؤوس وجمع الجزية والزكاة وبعد بضعة أشهر ها هو لواء داود اليوم الذي بات يحلو له أن يكن باسم الأنصار يعود اليوم مع المهاجرين من داعش معا إلى شمال حلب ليقيموا شرع الله لقطع الرؤوس والرجم والجلد وجمع الزكاة والجزية مبتدئين برؤوس الثوار الذين صنعوا الثورة على النظام منذ يومها الأول للثورة وحرروا ثلثي سوريا عاد الأنصار من لواء داود ما شرين ثقافة جديدة لدى الأطفال بحمل الرؤوس المقطوعة كأول درس ديانة خالية من البدع ويختتم الكاتب مقاله قائلا لا نرى النصر إلا باستئصال داعش وأخواتها القاعدية وكل من حمل فكر القاعدة وبايعها وتحت أي مسمى وإلى جانبهم كل شبيح وسارق ومختطف في الثورة قبل أن ينقلب علينا هؤلاء في قلب المعركة مع داعش والقاعدة وأخواتها وبناتها ينقلب علينا يصبح داعشا تطعاننا في ظهرنا في تلك اللحظة الحرجة فلنظف صفوفنا من كل قاعدة وتشبيح في كل لحظة وبالتوازي مع معركتنا مع النظام وأين ما استطعنا ولنتربص بهم ونجعلهم أولوية فهم يتربصون بنا أو لا تسألوا لماذا تأخر النصر وذلك أحد الأسباب إلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم نلقاكم مجددا قدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة